مرحبا برج العذراء رح ننظر إلى الصعيد المهني الصحي العاطفي القانوني لعمل حتى أي جوانب أو رسال الخاصة تنتظركم لفترة القادمة القرار رح تكون حق الطالع الشمسي والقمري الأولى وهي للشمسي إذا لم يتطابق معك توجه نحو القمري الطالع إلى آخر أول فرد تسعت الأخصان مشيت مشيت مشوار طويل فما لا داعي القلق ما لا داعي في آخر لحظة تفكر في الانسحاب تفكر في أن تهدم كل اللي بنيته لحد هاي النقطة في حياتك وإن كنت تعبت يا برج العذراء وصلت إلى الدسعة وإن تون عندك قلق فأنت تهدم كل ما بنيته لحد الآن بداعي القلق بداعي أنك لحد الآن ما وصلت مع الشخص مع الشخص اللي في بالك أو في الحياة العملية في التجارة في المهنة إلى ما تريد ولكنك شارفت على الأصول هذا هي الرسالة الأولى لك التزم عندك كرت المأبون كرت عقد الزواج برج العذراء مطلوب منك جدا في الفترة القادمة أن تلتزم بالأمور اللي استثمرت فيها لحد الآن أنت وضعت الكثير من الجهود في هذا الجانب احتمال ما ممكن يكون جانب عملي من أجل أن تتزود شخص ما من أجل أن تحصل على وظيفة في بالك مشروع معين دخل معين أنت مشيت مشوار طويل حرام أن تسمح لي القلق الفدع التفكير في المستقبل بكثرة هو اللي يسبب لك هاي النوع من التوتر حرام أن تخليه يهدم عندك بنائة بناء استثمرت الكثير من الوقت والجهد فيه لما نشوف كارت المأذون مطلوب مننا أن نعيد تحديد معتقداتنا هل إحنا فعلا لحد الآن نعتقد أن الشيء اللي في بالنا راح يتحقق أو نعتقد أن هذا الشيء أصلا ما كان سيأتي إلينا يتحقق عشاننا أبدا هني يقول لك ابحث في داخل نفسك إذا أنت حتى لوضعت كل الجهود المطلوبة ولكن في قرارات نفسك دائما تفكر أنك ما راح تنجح ما راح توصل تحبط نفسك داخليا هذا هو السبب الأساسي هذا هو المعتقد اللي قاعد يوقفك يشكل عائقا أمامك من أن تصل إلى العشرة تصل إلى اكتمال مرحلة معينة تكون أيضا مستعد بعدها إلى المرحلة الجديدة خلا نشوف أكثر ونوضح الرسالة ممكن تكون على الجانب العاطفي إذا كانت على الجانب العاطفي وعندك كرت المأذون هنا يطالب منك أو المطلوب منك في التارو أن تعيد تقييم تصرفاتك الخاصة ومعتقداتك بخصوص الشريك أوكي عندك كرت الزاهد البحث عن النجمة أوكي كرت الزاهد موجود تحت كرت تسعة الأقصان هنا يقول لك أنت وجدت ضالتك أنت في مكانك الصحيح في الوقت الصحيح أنت على الطريق الصحيح فلا تتنازل الحين ولا تنسحب الحين ولا تعيد أو تشكك في نفسك الحين مو بعد كل هاي المشوار اللي أنت مشيته مع هذا الشخص أو في هذه الوظيفة نعم أنه مو فيها بطيء في هاي العلاقة في أن تشوف نتائج أو ثمار أفعالك لحد الآن هذا الجانب بطيء نعم التارو يتفق معاك ولا يغير الحقيقة التارو هني ما قاعد يجاملك عن الحقيقة قاعد يواعيك أن أنت اقتربت في مرحلة اقترب وإن كان بحذر وإن كان الأمور تأخرت عنك النتيجة لحد الآن ما صارت ولكن كأن كأن ما في شخص يضحك عليك بس مو يضحك عليك كي تشمد فيك لا في شخص عندما يعرف أن أنت تريد أن تهدم ما بنيته تهدم علاقة صالك استثمرت فيها الكثير من الوقت والجهد زواج معين وظيفة معينة تريد أن تتركها لأن ما لقيت على المدى القصير النتائج اللي تريدها في شخص أكثر حكمة منك سيضحك عليك رح يظهر لك أن أنت شوي مستهتر ما رح يتقبل أي جزء من كلامك لأن هو عنده نظرة العامة النظرة العامة اللي موجودة في الترو هذا الشخص يمتلك هو صاحب خبرة في حياتك رح يوأيك أن ما هذا هو الحل إذا ما حصلت على شي في حياتك هذا الشخص رح يقول لك يعني إذا ما صار اللي في بالك رح تنسحب يا برج العذرة هذا هو الحل رح أيضا يلقبك بالمنسحب أشوفه يضحك عليك ويلقبك بالمنسحب الغصنة الأول لأنه ما يعرف والترو يعرف باقي أنت تعرف يا برج العذرة أن ما تشتهي وما تستحق عشان تصل إلى الغصن اللي باقي لك واحد وتخدم هاي العملية والمرحلة بنجاح موجود في الجهة الثانية ولكن كأنما أنت تفكيرك أو الأتيتتود مالك طريقة تفكيرك ردات أفعالك الأمور اللي تخبر فيها نفسك التحبيط تبني مثل هذا البرج في مكان ثاني هذا الشخص يرى أنك أنت برج العذرة صاحب نمط متكرر دائما يرى أنماطك المتكررة أن أنت عندما تتعب تنسحب أن أنت عندما تتعب تفقد الأمل فهني كأنما يقول لك خذ وقت خذ بريك فترة تراحة فكر في الأمور مو شرط تقرر كل شيء الحين أو بكرة خلي الأمور تهدأ تعال كلمني بخصوص الاستقالة بخصوص الانفصال بخصوص الكلام اللي قاعدت بتقوله عندما تهدأ يا برج العذرة عندما تكون في الطاقة المستقرة الطاقة الهادئة المتزنة اللي تعي ماذا تقول تعي ماذا استثمرت فيه تعي شنو راح تتخلى عنه لما تقول هذا الكلام لأنه عارف أن أنت الوحيد اللي قاعد كأنه ما تغلق على نفسك أن يأتيك الغصن الأخير عشان تكمل بناء هاي المرحلة ممكن تكون علاقة ممكن تكون وظيفة على الجانب العملي تجارة خذها بما يناسب حالتك رح نرى على الجوانب الثاني إذا عندك أي رسالات أول كرت ملك الأكواب كريما في العطاء ملك الأكواب ما يعبر عن مشاعره بالكلام كثر الأفعال إذا أحبك سوى عشانك أو فعل عشانك أوكي أوكي يقابل الفارس السيوف الفارس يريد كلام يريد وصف للمشاعر الفارس رح يتوجه تجاهك يا برج العذراوي يقول لك ليش ما تقول لي أحبك ليش ما تقول لي ليش ما تعتذر ليش ما تقول أنك اشتقت لي ليش ليش ما تقول ما هي مشاعرك تجاهي مشاعرك أنت واضحة في أفعالك ولكن هذا الفارس لا يفهم لغة الأكواب أو الماء وانزين ولكن التحدث عن مشاعرك مرة أخرى يا برج العذرا رح يرجعك لطاقة الفزع الخوف القلق كأنما أنت مرتاح أن تفعل كل شي عشان الشخص اللي تحبه أوكي الشخص الشركة الرماسي اللي في حياتك ولكن خير قادر على أن توصل حبك بالكلام عندما يسألك عن الكلام أو يواجهك رح تفزع تخاف تقلق تفكر أنه يريد احتمال أن يرتبط بشريك ثاني ما درش شرعن أنت تحللها ولكن هذا الشخص يريدك أنت لما يواجهك بأشياء معينة ليش أنت ما تقول لي ليش أنت ما تسوي لي بدل ما تعالج الوضع نفسه رح يتفكر تفكير خاطئ بأنه لا يريدك أو تغير عليك أو يريد أن يخرج من حياتك رح تبالك في تقدير الموضوع ثمانية الأخصان ولكن الموضوع سينحل بسرعة كأنما أنت في علاقتك مع هاي الشخص لا مخرج منه إلا إليه سبحان الله مهما كانت في ظروف أنت على وشك الانفصال فيها الخروج من العلاقة أنت تكون مستعد هو يكون مو مستعد وقت اللي هو يكون مستعد أنت تكون مو مستعد دائما واحد منكم تتبادلون الأدوار في أنه يتمسك بالعلاقة وقت الشخص الثاني اللي يريد أن ينسحب ولكن الانسحاب ليس بسبب قلة الحب الحب موجود وبعمق وبكثرة الانسحاب بسبب القلق دائما تسيئون فهم الطرف الثاني أنت والشرك ولكن أخيرا وبرسالة غرام أو برسالة نصية بينك وبينك رح تهدأ الأمور في الفترة القادمة إن شاء الله واحد منكم رح يعبر عن مشاعره بصراحة بطلاقة رح يجمع بين الأفعال والكلام الشخص اللي يقوم بهذا الشيء هو اللي راح يحل هاي المشكلة اللي صايرة سيناريو ثاني أيضا أشوف أن بعضكم عندكم اتهم تزورا في المحكمة بشيء ما أو حتى في الشرطة أو بين الأهل في شخص اتهمكم زورا بشيء كبير مثل السرقة مثل الكذب الخيانة الأختلاص في اتهم كبير موجود أو سيأتي في طريقكم ولكن في شخص أو حليف غير متوقع شاهد غير متوقع شاهد شفش حاجة هنا موجود رح يكون إلى صفك رح ينصر الحق هذا الشخص وإن كان في السابق علاقته مش ولابد معاك ولكن عندما يشوف أن أنت تحتاج إلى مساعدته سيهرع إلى مساعدتك لأنه وإن كان مختلف معاك يرى طيبتك يرى أنك إنسان صادق مستحيل تسوي أو تقوم بالفعل اللي راح يتهمونك في الأشخاص هذين أوكي؟ ورح تحصل على النصر في نهاية الموضوع عندك ثمانية الأخصان وخلي الكرتات بسحب لكم كرت أخير تبع النصيحة الحب في كل مكان بالضبط في كل مكان بينك وبين الشريك أحس بطاقة الحب في هذه القراءة there is love everywhere الحب موجود في كل مكان مو بس بينك وبين الشريك حتى بالأشخاص اللي أنت كنت تعتقد أن مختلفين معاك مش عاجبهم ولكن رح تكتشف قدرتهم على الحب لما يقوموا بمساعدتك في الفترة القادمة الحب موجود في كل مكان وفي كل الأوقات simply acknowledge this as truth تقبل هذه الحقيقة أوكي؟ ما أدري ليش بس أحس أنهني ملك الأكواب مع أنه جدا محب للشريك للأشخاص لكل الناس اللي يلتقي فيهم ولكن دائما يحس أنه هو لا يحب نفسه هو ما عنده ثقة بنفسه هو ما يهتم بنفسه هذا الملك ما أدري ليش بس أحس بهذه الطريقة حان الوقت اللي أنت تلتفت لجميع أنواع الحب اللي موجودة في حياتك أوكي؟ وأيضا تعطي نفسك الحب قبل أي شخص ثاني تكون محب تجاه نفسك تقوم بالقرارات الصائبة من أجل نفسك يا برج العذراء شكرا عزيزي برج العذراء أتمنى لك للتوفيق وأشوفكم